لا يزال تلويح رئيس مجلس النواب عقيل صالح باتخاذ قرار بإسقاط عضوية النواب المقاطعين للمجلس في طبرق ممن يعقدون جلساتهم في العاصمة طرابلس يثير ردود الفعل في الساحة السياسية عضو مجلس النواب ربيع بوراس أرجعت تفكير عقيل صالح في إسقاط عضوية بعض النواب إلى إفشال النواب طرابلس ما وصفته بمشروع صالح الدموي حيث دعته للبحث عن عضوية لنفسه بين الليبيين الذين بارك سفك دمائهم وجلب لهم العدوان والغزو المصري الإماراتي الفرنسي وفق قولها بينما تهكمت النائبة السيدة اليعقوب في ردها على تصريحات عقيل صالح قائلة إن حضورها للجلسة القادمة يرتبط بحضور زاملتها سيهام سيرجيوة التي اختطفت منذ أكثر من شهرين الردود على تصريحات عقيل صالح لم تقتصر على أعضاء مجلس النواب طرابلس حيث أقر النائب صالح فحيمة باستحالة تطبيق هذه العقوبات أو فصل أي عضو من الأعضاء بسبب اللائحة الداخلية حيث أكد أن اللائحة الداخلية تنص على ضرورة موافقة مائة وعضو واحد لإسقاط عضوية أي نائب فحيمة أقر أيضا أن تغيير اللائحة الداخلية يحتاج إلى تصويت الثلثين من الأعضاء أي حوالي مائة وسبعة عشر أو مائة وثمانية عشر فضلا عن صعوبة تعويض أي نائب في الظروف الحالية وفق المادة السابعة عشرة من اللائحة الداخلية حسب قوله وشهد مجلس النواب في طبرق قساما في شهر مايو الماضي بعد اجتماع اثنين وخمسين نائبا في العاصمة ترابلس حيث أعلنوا استمرارا عقاد جلسات المجلس بترابلس كإجراء تصحيحي حتى يعود مجلس النواب معبرا عن تطلعات ومطالب الشعب الليبي